الدليل سبيل الوصول للحقيقة بهذه العبارات تتلخص مهمة إدارة المختبرات والأدلة الجرمية حيث يبرز دور المختبر الجنائي في مواجهة الجريمة ومكفحتها وحل غموضها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية وتأكيدا على تكامل عناصر الجهاز القضائي والأمني إدارة المختبرات والأدلة الجرمية هي بتمثل الشرطة العلمية الهدف الرئيسي لها قيام بمختلف الفحوصات الفنية والتحاليل المخبرية لأي عينة شو ما كان نوعها تنضبط في أي جريمة مهما كانت من الجرائم البسيطة من سرقات بسيطة إلى أكبر جرائم بتصير فحص الفني والتحليل المخبري للعينات هذه التي تنضبط في مختلف أنواع الجرائم هذه وزارة العدل أطلقت في وقت سابق النظام الخبرة الإلكتروني في المحاكم بعد إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تضمنت الشروط والمعايير المطلوبة لاعتماد الخبراء ولغاية تعزيز هذه الخدمة وغيرها من الخدمات القضائية المقدمة تمثلت زيارة وزير العدل لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية للاطلاع على طبيعة عمل الإدارة وخبراتها في مجال كشف التزوير عبر المضاهات والاستكتاب والأجهزة الإلكترونية الحديثة سمعنا اليوم من عطوفة مدير الإدارة بيّن أن هذه الإدارة على مصاف الإدارات المتطورة على مستوى العالم فلذلك بحثنا مع هذه الإدارة أولا سبل التعاون في هذا المجال كيفية إجراء دورات تدريبية تأهيلية في المستقبل لغاية تأهيل الخبراء الذين سيقوموا بهذه الخبرات لدعم العدالة ولكشف الحقائق خصوصا فيما يتعلق بخبرات كشف التزوير والمضاهة والخطوط المختبر الجنائي أنشئ عام 1965 وتوالت مرحل تطوره وقفز قفزات نوعية مع بداية تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي إلى أن وصل إلى سمعة إقليمية أهلته لعقد دورات متخصصة في مجال المختبرات والأدلة الجرمية لمتدربين من دول عربية وأجنبية ويركز المختبر على قيم السرية والإتقان والعدالة والدقة وسرعة الإنجاز والمشاركة والتعاون إذن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية جمعت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي ما يزيد عن 121 ألف عينة فحصا مرتبطة بما يزيد عن 58 ألف قاضية منظورة أمام القضاء شهد التراون المملكة عمان